حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سلطة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق الوقف إطلاق النار في قطع غزة وقال هنية في بيان له إن الحركة استجابت بمسؤولية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان مؤكدا أن الهدف هو إنجاز صفقة تبادل تشمل قدام الأسر أيضا وشد دهنية على أن الحركة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحى بدايش الاحتلال خارج القطع ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب درائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطع ووقف سياسة التدويع والالتزام بإعادة الإعمار